بسم الله الرحمن الرحيم الغسل قد يخرج من الإنسان شيء من العرق وبالتالي يكون هناك رطوبات في ثياب الإنسان التي نام فيها ومن ثم لا تجب عليه شيء من الواجبات من مثل الاغتسال وإنما الواجب عليه الوضوء لأن من نام فإنه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ